مساء الخير مشاهدينا في كل مكان برحب بحضركه ولقاء يتجدد مع الاقتصاد والناس ومتابعة لكافة الأحوال الاقتصادية بالتأكيد من أهم التحديات اللي بتواجه المواطن أو الشاب تحديدا في بداية حياته العملية أنه يجد فرصة عمل تتلائم وتتناسب مع الإمكانيات الخاصة به وتكون فعلا محل اهتمام أو محل طلب في سوق العمل من هنا كانت فكرة ريادة الأعمال اللي دعت إليها الدولة المصرية وشجعت الشباب بشكل كبير جدا أنه هما يتجهوا إلى ريادة الأعمال ريادة الأعمال بتتأثر بكافة المتغيرات اللي موجودة في أي مجتمع من المجتمعات والحقيقة أن التغيرات المناخية اللي بنستعد كلنا لكاب 27 اللي بتصديفه شارم الشيخ في نوفمبر القادم بإذن الله بيكون لها تأثيرها بشكل كبير جدا على متطلبات سوق العمل إزاي بنربط ما بين التنمية المستدامة ما بين التغيرات المناخية ما بين ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل لأكبر عدد ممكن من الشباب ومواجهة البطالة موضوع مهم جدا هنتعرف النهاردة على المحاور الخاصة به وإزاي نساعد شبابنا للتكيف أو لإيجاد فرص عمل في ظل كل هذه المتغيرات وكمان الاستفادة من كل الخطوات أو من كل الدعم اللي بيتم تقديمه من قبل الدولة المصرية هيكون ضيفي وضيف حضركم في هذا اللقاء دكتور أحمد شعراوي خبير جودة التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والتميز المؤسسي ونائب الرئيس التنفيذي بمنطقة الشرق الأوسط للمعهد الأوروبي للقيادة وريادة الأعمال للحديث بشكل تفصيلي عن هذا الموضوع لكن قبل ما نبدأ حوارنا هنتوقف مع هذا التقرير نعود بعده مباشرة مثل حاضنات الأعمال أهمية كبيرة لرواد الأعمال وهي برامج مصممة لإنجاح تطوير شركات رواد الأعمال من خلال دعمهم بمجموعة من المصادر والخدمات التي تطور من قبل إدارة الحاضنات وتقدم إما في نفس الحاضنة أو من خلال شبكة معارفها وفي حال إجمال برنامج الاحتضان بنجاح فإن هذا يعزز من احتمالية استمرار الشركة الناشئة في السوق على المدى البعيد والهدف من ذلك مساعدة الشركات الصغيرة الموجودة في الحاضنة لتحصل على فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة أثناء مرحلة البداية برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا قلنا في بداية كلامنا أن النهاردة عايزين نعرف إيه هي ريادة الأعمال وزي نربطها بالتنمية المستدامة والتغيرات اللي بتكتاح المجتمعات كلها ومنها التغيرات المناخية إزاي نوجد لنفسنا فرص عمل شوفنا وتابعنا التقرير وسمعنا عن حاضنات الأعمال إزاي ده كله ممكن يكون عناصر أو عنصر مفيد بالنسبة للشباب يقدر من خلاله أنه يدرب نفسه ويقايل نفسه لسوء العمل خلوني في البداية أرحب بضيفي ألم شرفني وأرحب بدكتور أحمد شعراوي نائب رئيس تنفيذي بمنطقة الشرق الأوسط للمعهد الأوروبي لقيادة وريادة الأعمال وخبير جودة تخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والتمييز المؤسسي وأيضا رئيس الملتقى العربي لريادة الأعمال أهلا بك ده أهلا بك طبعا يعني من التايتل يعني ريادة الأعمال هي الأساس أكيد فخليني في البداية أبدأ من ريادة الأعمال يعني إيه ريادة أعمال مساخرة على حالك الأول أهلا بك منورنا رب مني خلي حالك أولا قبل ما نبدأ في ريادة الأعمال اللي إحنا بنعمله دلوقتي حالا ده ريادة أعمال فعلا؟ طبعا إزاي؟ طيب كل تنمية لازم يسبقها التطوير صح كده؟ أكيد فإحنا هنتكلم ببساطة جديدة جدا عن ريادة الأعمال المتعارف عليه في أدبيات الإدارة والتخطيط الاستراتيجي إنه ريادة الأعمال عبارة عن وده التعريف التقليدي عبارة عن كل ما هو ابتكاري يحقق على أرض الواقع اللي هما بيسموا برأة أو تفت بوكس خارج الصندوق خارج الصندوق واللي بنادقوا إليه دايما ده اللي موجود يا أستاذ دكتور نجلاء في الأدبيات الخاصة به ريادة الأعمال لما الشباب يفتح الكتب ويحاول إنه هو يشوف تعريف لريادة الأعمال لكن إحنا النهاردة قلنا إيه؟ إحنا قلنا كل تطوير لابد أن يسبق التنمية إنه مش هيحصل أي تنمية إلا ما يحصل تطوير ظهر إحنا النهاردة عندنا مفهوم للتنمية المستدامة اللي هو وعندنا ريادة أعمال سمح حضرتك كنتي بتقولي من شوية طب هنربط بينهم إزاي الحقيقة إنه ظهر لنا مفهوم جديد وده اللي هنتكلم عنه النهاردة اسمه ريادة الأعمال المستدامة اللي هم بيسموها سيستينبول انتربرنير الفرق بين ريادة الأعمال المستدامة وريادة الأعمال التقليدية يعني حتى ريادة الأعمال أصبح فيها نقلة نوعية وتطور ليه؟ زمان كانت ريادة الأعمال إني أعمل أي مشروع صغير أجماعة خلونا ننقل نفسنا أنتوا داخلين على عصر بنتكلم فيه في تنمية مستدامة بنية تحتية وهنا البنية التحتية ليست فقط ودايما نقولها المقصود بيها هي الكباري والطرق إنما إذا ما أهلتش نفسك هنا كلمة المستدامة في ريادة الأعمال إذا أنت ما كانش عندك المهارات لصناعة الفرصة الوظيفية وكلمة الوظيفية ليست المقصود بها الحكومة يا دكتورة مجل أو المسل الشهير الانفتك الميري ما بقاش الوقت الحقيقة ده كمان الموضوع دخل في مؤسكرين ناس تقول لك الوظيفة يعني مؤسكرين في أدبيات ريادة الأعمال ناس تقول لك الوظيفة هي الأمان والملاذ الآمن وناس معسكر تاني يقول لك أن ريادة الأعمال هي الملاذ الآمن الحقيقة في كل الحالتي ده الجديد ان حضرتك لازم يبقى عندك مهارات مستدامة صحيح علشان تقدر تبقى أو خارج الصندوق اذا ريادة الاعمال المستدامة هي كل مشروع ابتكاري يمكن ان يحقق على ارض الواقع بشرط ان يساهم في التنمية الاقتصادية والمشاركة الاجتماعية للاجيال القادمة يكون قادر على الاستمرارية اذا هنا لاجيال القادمة ما هو لاجيال القادمة اللي هو مستمر فكرة الاستدامة نفسها هنا فكرة الاستدامة زي ما حركتها فضلت وقلت انا بقى عندي التنمية المستدامة بقى عندي باستمرار الافكار الجديدة اللي هي القابلة للتطبيق والتواجد مش للمجتمع في الوقت الحالي ولكن لسنوات قادمة ولاجيال قادمة ايضا ريادة الاعمال ممكن البعض يقول ان هو مثلا مرتبط بالمشروعات الصغيرة او متناهية الصغر او بنوعية معينة من المشروعات او الاعمال اللي يقوم بها الشباب هل هنا اقدر اقول ان ريادة الاعمال المستدامة هي ايضا بتقع على هذا الاطار وهل ده معناه ان المشروع الصغير هيفضل صغير او المشروع متناهية الصغر المشروعات التي تعمل على ذلك هي مشاركة المنشآت الصغرى والمتوسطة والاهتمام بها عشان اعمل حاجة اسمها استدامة او البنية التحتية زي ما انا اشتركت في الاول قلت ما هياش طرق فقط ولا كبري فقط ولا كذا انما هي بنية تحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ريادة الاعمال فكل ما كترنا من المشروعات بس خلينا نقفين المدروسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة واصبح عندي كم كبير من هذه المشروعات هيبقى عندي بنية تحتية مستدامة ده على مستوى بنقول عليها قصير الاجل طيب الخطة طويلة الاجل ايه ان هذه الشركات تاخد حصة سوقية الصغيرة دي وبالتالي يبقى انا عندي عدد من الشباب الماهر او العمالة الماهرة وهنا هيساعدني على سبيل مثال هندي مثال التصدير احنا النهاردة بنسعى خلينا ناخد مثال بقى من البداية زي ما بنقول مشروعات متنهية الصغر او مشروعات الصغيرة دي في نطاق ريادة الاعمال فاديني مثل كده عن مشروع من مشروعات ريادة الاعمال المستدامة وهذا المشروع ممكن يكبر ويحقق للشاب او لرجل الاعمال او الفتاة او سيدة الاعمال انه عايز اتكبره هل هنا بيخرج من نطاق ريادة الاعمال المستدامة ويدخل في نطاق مشروع اخر لا خالص طيب ازاي بقى ده نتيح حرك برضو يعني مش عارف احنا مفروض نبدل الاماكب بقى لا انا بسأل حشان حرك اللي جاوبنا بصراح يعني حجز ايه اسئلة محواليه الحياة جدا احنا لما ابتدينا قلنا انه ده البنية التحتية اولا فيه مفهوم مهم جدا زي ما حرك قلتي كل يا جماعة كل مشروع صغير او متوسط او حتى كبير اذا توفر فيه العامل الابتكاري اللي بيؤدي الى الاستدامة فهو ريادة اعمال وهنوقف هنا حتى ارجو ان لا تفهم كلمة ريادة اعمال او رائد اعمال على ان هو الصباق هادي مثال صغير جدا اللي صعد جبل افرست الناس كتير حولت تصعده هنا ده اسمه ايه محاولة للصعود لكن هنا مقدرش اقول ان اللي حاوله صعود جبل افرست روات انما لكن هم كانوا اوائل لكن من وصل ابتكر اساليب للوصول الى ان يصل الى قمة جبل افرست اسميه رائد دين الموضوع على المشروعات اللي يقدر يوصل او قادر يوصل بمهاراته بعد تنمية مهاراته النفس وليصنعت هذه الفرصة الوظيفية بان يكون عنده مشروع ابتكاري يساهم في استدامة التنمية على المدى الطويل يطلق عليه رائد اعمال فكرة رائد الاعمال لازم تكون فكرة مختلفة وليها الريادة وليها السوق اللي محتاجينه فيها ومتغيرات سوق العمل بتختلف باختلاف الظروف اللي موجودة في المجتمع سواء كانت ظروف سياسية او ظروف اقتصادية او ظروف طبعية زي التغيرات المناخية اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هل موضوع التغيرات المناخية خلق فرص عمل جديدة وابتكارات جديدة لريادة الاعمال من خلالها؟ اه طبعا طبعا وهنربط ده قبل ما اتكلم عن الوظائف الجديدة بجزء ايه حرك اشارت اليها لما كنا بنتكلم دلوقتي وقلنا انه المشروعات صغيرة ما حاجة سألتني قلتلي المشروعات الصغيرة في استدامة التنمية اه يعني اه هتفضل صغيرة هتفضل صغيرة ولا هتتحول لنطاق اخر من المشروعات في ظل التغيرات المناخية احنا اسمعنا كلنا في فترات سابقة عن المشاكل الليجستية تمام سلاسل الامداد تمام سلاسل الامداد بتؤثر تأثير كبير على الشركات الكبرى يعني في الازمة اللي كانت فيها الشركة الكبرى يحصل لها ايه بتصدر وبتستورد وقت ففيه هدك انما المشروع الصغير اللي بيملالي السوق بمنتج محلي اللوجيستيك بتاعه محلي داخلي ولا وداخلي لسه انا بعمل بنية تحتي اذا انا هنا هعمل هشجع هذه المشروعات ستشجع على استراتيجية الدولة للمنتج المحلي تمام ده رقم واحد تمام طب التغير احنا هنا بتكلم في تغير المناخي تغير المناخي هنا مين اللي تأثر بي اكتر الشركة الكبرى ولا الشركة الصغرى لا طبعا الشركة الكبرى الا اذا الشركة الكبرى ابتكرت اساليب طيب هل هتظهر وظايف جديدة او مهن جديدة نتيجة التغير المناخية اه اللي هي اولا احنا عندنا خلينا نقول انه في امريكا مبدئيا يعني في احصائي بتقول انه مهن الطاقة المتجددة اصبحت تمثل تمثل الان 300% طبعا ليه اهمية كبيرة جدا في موضوع التغير المناخية الطاقة البديلة يعني احنا بنتكلم في الدولة هو عظم طبعا طب بقت في 300% من الوظايف في الطاقة المتجددة ده معنى ايه معنى انه باقي الدول التي تتأثر بهذه التغيرات المناخية ستظهر فيها هذه النوعية من المناخ زي كنا بنشوف حد بيدخل data entry وظيفة عندنا اسمها مدخل بيانات النهاردة هنقدر نحوله بعد ما نديله مهارات الى محل البيانات بيئية هتظهر وظيفة وبكرة افكر حضراتكم هتظهر وظيفة مدخل بيانات لتحليل البيانات البيئية فبدلا من انه كان موظف تقليدي هيدخل في حتة التخصص شوي لانه محتاجين ان احنا يبقى عندنا information اكيد للتغيرات data ينتج عنها information بالضبط هيظهر عندنا كمان ممكن يظهر عندنا وده موجود تظهر برا عامل او كلمة عامل هنا مش معناها جماعة العامل انها كل من يعمل ازالة النفايات وقعدة التدوير هنرجع للشركات الصغر اللي هتكرمت فيها ريادة الاعمال انا عندي فيها طب خليني اقاف عندي دي تحديدا لان دي احنا بنتكلم فيها كثير مهمة جدا ومن سنوات كثيرة صحيح اعادة التدوير مرة اخرى هل هتختلف الية ده مشروعه هو طبعا ريادة الاعمال التقليدية وريادة الاعمال المستدامة هيختلف المشروع ده في ايه بقى ما بين ده وما بين ده كل ما تعظم الهدف عندنا ما مبدأ اهام في ادارة الاعمال وحكا عرفها وفي تخطيط كل ما تم تعظيم الهدف عظم التحدي اكيد في ريادة الاعمال التقليدية ما كانش عندنا تغيرات مناخية احنا النهاردة عندنا تحدي تمام اذا تحدي كبير فبالتالي الهدف هيبقى اكبر عظيم صحيح ودي الاجابة على السؤال ان عشان عندي تحدي اعظم هو اسمه التغير المناخي هتبتدي احنا اتفقنا ان ريادة الاعمال المستدامة هي كل ما هو مبتكر للمشاركة المجتمعية والتي تؤدي الى التنمية الاقتصادية وبالتالي هيبقى فيه اليات مبتكرة واهمية عظمى للشركات الصغرى التي تعمل في اعادة التدوير لان اصبح للنفايات الان في اعادة تدويرها اهمية كبرى عن ما كان سابقا وبالتالي هيبقى عندنا قيمتين مضافتين واحدة لصاحب الشركة الصغيرة والثانية للمجتمع اللي احنا عايزينه يبقى مستدامة هو هيقدر يكسب صحيح واما المجتمع فهيبقى عنده طاقة نظيفة صحيح مستغلة لو احنا عملنا شركات هل ده هيبقى من الاساسيات الخاصة يعني المشروعات بشكل عام ان هي تدخل في نطاق التنمية المستدامة المتوافقة مع اثار التغيرات المناخية هل حردك شايف ان ده على لانجران او في المدى مش عايز اقول المدى البعيد نحنا خلال لا لا بعيد خالص ده اقرب قريب لا اقرب قريب هجاوب على السؤال ده وااكد بس على جزء كلمة اقرب قريب كنا زمان الخمسة وعشر كنا نقول كده في المستدام خمسة وعشرين سنة ده رقم ايه كبير كبير عدد النهاردة خمسة وعشرين سنة ليس رقمنا صحيح وانما التغيرات اصبحت كل عشر سنوات واقل تمام عشان كده التنمية المستدامة اصبحت صحيح اجابة على السؤال بتحرك اللي هو حاجة سألتوني انه عايز اقول اجاوب هيبقى شرط اساسي ان ده هيبقى مطلوب احنا منتكلم عن صناعة الفرصة الوظيفية ما لم ينمي مهارات لهذه العوامل الرئيسية اللي هتبقى اساسية لان انت عندك وظائف اصبحت الان اساسية في انك انت تاخد لها مهارات علشان تبقى في سوق العمل هزود معلش لو انت مش هتشتغل فيها هنا في بلدك خد مهاراتك انت احنا عندنا حاجة اسمها قيمة سوقية للعامل اللي احنا بنصدره برا تمام فلازم النهاردة حضرتك يبقى عندك المهارات دي علشان نقدر لو انت مش هتشتغل لانت اصنع نفسك فرصة وظيفية نصدرك برا بالمهارات دي لان اصبح العالم كله بيطلب هذي المهارات هنا هنتوقف عند هذه المهارات وعايز اسأل حضرتك هل ده مرتبط بالحاضنات التقنية والحاضنات العامة والحاضنات المحلية والحاضنات التنمية يعني هل فكرة الحاضنات هي دي المقصود بيها ان هو يكون فيه نوع من المهارات اللي بيكتسبها الشاب او الفتاة علشان يقدروا يكونوا متواجدين ومؤهلين بشكل كبير زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه لابد ان هي تتوفر فيه الشروط دي هل ده مرتبط بفكرة الحاضنات ده اساسي ازاي؟ وايه انواع الحاضنات دي كلها؟ بالزبط فان الاول عن فرق بس بين حاجتين عشان فيه شباب برضو تفرجوا علينا ودخلوا حاضنات انكبيتر فيه فرق بين حاضنات الاعمال عشان اروح للمشاعر الصغيرة اللي حالك كلمتي فيها وممكن ننميها ازاي؟ فيه حاجة اسمها حاضنات اعمال ومسرعات الاعمال الفرق بينهم الفرق بينهم ببساطة شديدة جدا الام لما بتحمل بيبقى جوها جنين جوهتناها جنين فاذا هي عاملة ايه دلوقتي؟ ما هيقاله ربنا سبحانه وتعالى عز وجل ما هيقله اي المناخ البيئة والمناخ اللي المفترض ان هو يكون فيه خارجين داخل صحيح رحم الام صح كده بطل الام نفس القصة بالظبط انا ببسطها لكل شباب حاضنات الاعمال هي الرحم اللي بيدخل فيه الشاب بمشروعه يهيقلو نفس المناخ الخارجي عشان يبقى عنده المهارات يطلع يقدر يواجه الصعوبات والتحديات فبيبقى عنده اللي تؤهله يقدر تؤهله انه هو يطلع يكمل مشروعه اما مسرعات الاعمال فانا بيبقى عندي مشروع انا مشتغلت فيه ممكن بعد ما خرجت من حاضنة اعمال او ان انا شغال فيه برا وتعثرت فيه فتبدأ مسرعات الاعمال من خلال خبرات المستشارين اللي موجودين فيها في حاضنات الاعمال المسرعات جزء من الحاضنة تعمل تسريع ما قالك ايه مسرعات اعمال فبتعمل حالة تسريع نوع من الحلول او نوع من يعني الانعاج بقى ده ده مش الحاضنات ده ما بقى ديه وده اللي بنقوله في حتة ريالات الاعمال انت ليه رايح توصل لمسرعات الاعمال انت ابدأ ادخل طب لو خدت بال حاضرتك انك ذكرت مجموعة غيرة من حاضنات الاعمال التقنية والعامة والاعمال والبيئية مشكلة في حاجة اسمها التقليدية الاول عندنا حاضنات اعمال ومفهوم حاضنات اعمال من زمان ولكنه لم يستدام لم يتم تفعيله بشكل كالي الان اصبح متداولا بشكل ايه كتير جبا لنتيجة المتغيرات اللي احنا موجودين فيها واحتياج السوق انه يبقى فيه حاضنات اعمال طب ليه في حاضنات اعمال تقنية يعني ايه يعني على سبيل المثال كل ما هو ابتكاري في المجال التقني اللي احنا رايحين له والميتا بيرس وكذا هتعمل لنا نقلة نوعية لو اهتمينا بهذا النوع من حاضنات الاعمال حاضنات الاعمال اصدرعية طب خليني اقولها بشكل تاني كده ان الواحد او ان الشاب يشتغل على نفسه كويس قوي في المجال اللي عايز يشتغل فيه او يبتكر فيه او يكون ليه فرصة عمل بالنسباله لابد ان هو يدخل حاضنات الاعمال الخاصة بهذا المجال وتكون حاضنات اعمال مستدامة عشان تتناسب مع الظروف اللي بياشها العالم وعندنا حاضنات اعمال خاصة يا جماعة والدولة نفسها عندها حاضنات اعمال في وزارة الشباب والرياضة فاندم موجودة كم من حاضنات الاعمال على فكرة يعني الدولة نفسها عاملة اهتمام بهذا الامر تمام ففي حاضنات اعمال خاصة الناس عاملة وفي الجامعات على فكرة وهتلاقي قسم اللي الشباب اللي بتفرجوا عني هتلاقي ايه يقولك ايه وحدة ريادة الاعمال في كافة الجامعات هكلاقي فيها حاضنة اعمال موجودة الشباب والرياضة نهارده زارة الشباب والرياضة مهتمة اهتمام غير طبيعي بحاضنات الاعمال ومسرعات الاعمال فاحنا عندنا كمز يا شباب ادخل ازاي يعني خلينا نقول ان في شباب بيشوفونا دلوقتي وبيقول يعني انتو عاملين بتقولوا ريادة اعمال وحاضنات اعمال واشتغل على نفسي يعني عامل ايه اه بالضبط ده مهم جدا اعمل ايه اول حاجة عشان ابقى رائد الاعمال الاول لازم ابقى عارف حاجة مهمة جدا ابقى الاول مقتنع بفكرة مشروعي عندي ايمان بهدفي وفكرة مشروعي اتنين لازم يبقى عندي روح في البزنس از الجنرال او بشكل عام روح المخاطرة ابقى عارف كويس قوي اننا زي ما هخسر هكسب وزي ما هكسب هخسر وزي ما هطلع زي ما احنا النهاردة العالم كله في طيب اعمل ايه اعمل حاجتين مهمين جدا زي ما قلت مثلا وزارة زي وزارة الشباب والرياضة مش بقولك روح لحد مثلا في شركة خاصة ولا كسد انا بقولك ادخل على الموقع الدولة جماعة الدولة ادخل على الموقع لوزارة الشباب والرياضة متاحة على فكرة الكترونية بشكل غير طبيعي ادخل ابحث عن حاضنات الاعمال وابتدي اقدم ولو عندك او مشروع انت اصلا شغل علي هيعملولك هناك يقولك والله الكلام ده حلو قوي بس محتاج واحد اتنين تلات اربعة وهيأهلك اتنين وانت انت كده تخرجت طب قبل ما تتخرج ارجوك وانت في الجامعة اشتغل على نفسك في رياضة خد مش بيزنس ادنستريشن ادارة الاعمال ده موضوع كبير او لا في برامج بتؤهل الان رواد الاعمال ازاي بقرائد اعمال ويشتغل على مشروع صغير طيب خليني يعني لان الوقت بيخلص احنا بنتكلم على التنمية المستدامة والتغير المناخي واحنا في نوفمبر ان شاء الله بتستعد مصر لاستقبال كوب 27 هل من خلال هذا المؤتمر المتابعة لي والمتابعة للمحاور والفعليات بتاعته ممكن تخلق ابتكارات جديدة وريادة اعمال جديدة فعلى الشباب من دلوقتي انه هو يكون برضو متابع ليه كل ما هو جديد بيتم تقديمه على ارض الواقع ده من اهم الاشياء انه حركتب امتابع يعني الاشياء كرائد اعمال بقى كل ما يجري على ارض الواقع الان من تغيرات وهندي مثال زي التغير المناخي اللي هو هييجي في نوفمبر ان شاء الله انت مهم جدا تتابع ده لانك من خلاله زي ما احنا تكلمنا هيظهر لك الوظائف التي افكار جديدة والوظائف اللي هتيجي يعني لما تيجي تلاقي مثلا زي ما قلنا مثلا التدوير والنفايات التقى المتجددة انتو هتسمعوا كتير اوي كلمة السيارات انت بتشوفوا السيارات النهاردة يقولك السيارات اللي بدون من يفن من اللي ابتكرها اصلا مش كان رائد اعمالنا ازا يعني احنا حاولنا النهاردة ان احنا ندي نوع من الضوء كده للشباب اللي حابب ان هو يكون ليه دور واستفادة من ريادة الاعمال المستدامة ايه اللي مطلوب من حضرتك ايه مفهوم ريادة الاعمال المستدامة وازاي يكون ليك دور كمان في انك انت تشتغل على نفسك او تنمي مهاراتك وقدراتك بحيث ان انت تستثمرها في المستقبل باذن الله انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد الشعراوي خبير جودة التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاعمال وتامينيوز المؤسسي ونائب رئيس تنفيذي منطقة الشرق الاوسط للمعهد الاوروبي لقيادة وريادة الاعمال ورئيس الملتقة العربي لريادة الاعمال نورتني مرسي يا فنم ربنا بتمنى ان كل شبابنا يكون يعني اللي حابب ان هو يكون ليه فرصة ان شاء الله ينال هذه الفرصة لان ده بداية لمستقبل خاص بي بشكر كل اللي تابعونا بكرا لقاء جديد مع الاتصال والناس